الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعنى الأمان والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعنى الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي في الله الليلة عندي دليل أنني أحبكم في الله أكثر من حبكم لي عندي دليل والدليل أن أنا جيت ليلة دي حقيقة كان الأمر شاق وصعب إن أنا جيت ليلة دي لهذا الدرس وذلك بسبب أريد أيضا أن أتعرض له بفضل الله عز وجل كنا أمس الخميس والجمعة في أسيوت الدرس وكان خطبة الجمعة في سهاج بفضل الله عز وجل وأشكر الصعيدة شكرين ترخيركم جزاكم الله خيرا على الحفاوة الشديدة والكرم الشديد والأدب الشديد يعني الأول مرة في أسيوت يكون هذه الآلاف جالسة في سكوت طول المحاضرة ساعة ونص سكتين غير الهيصة والمولد اللي كنا بنقابل بها في كل مكان الحمد لله رب العالمين فأشكر الله لهم وأسأل الله أن يشكر جهدهم كل من شارك وأعانى واستقبل وسلم وأعتذر لكل اللي مطلش إن هو يحضن ويبوس الشاهد يا إخوة أنا بقول إن كنا بسفرين الخميس ساعة 8 الصبح في الطيارة رحت المطار فإذا بيقولولي عاملين إضرب صراحة أنا زعلت يعني زعلت من الناس اللي قاعدة في المطار مفترشين أرض المطار وكان من أشد ما أثر فيه إن رجل معاه ميت معاه ميت جثة ميت ومسافر على الطيارة رايح أسوان عشان يدفنوه وأكيد الناس هناك منتظرة وعملين حسابتهم ولو سافر في السيارة تخد له 10 أو 12 ساعة أكيد الجثة تريح يعني تبقى الها ريحة نتيجة المسافة الطويلة والحر فشاهد يعني أنا تسألت يعني الناس دول عاملين إضرب لي أنا حقيقي معرفش كان مفروض إن أنا أطلع وقابلهم بس أنا كان همي برضو إن أنا أوصل للناس اللي مرتبين بقالهم شهور من قبل رمضان ومنتظرين إن أنا روح ما ينفعش إن أنا مروحش فلازم أروح بالسيارة فمشيت مباشرة وإلا فعلا والله لو وجدت وقتا كنت أطلعت لهم في الأبراج بتاع المطار كنت أطلع لهم يعني أنتم مضربين لي عشان مسألة أظنها شخصية عايزين زيادة مرتبات عايزين مش عارف علوات عايزين حاجة زي كده أنا لا أدري لما برضو عشان ما يزعلوش مني لأن هم من أحبابي ومن أبنائي فأنا بكلمهم وقابليهم كلمت الدكاترة لما سمعت إن الأطباء عاملين هيعملوا إضراب أو هيعملوا إضراب الوضح ما تسيف لما كلمني قلت له لا يجوز شرعا أمثال هؤلاء الذين يقدمون خدمات خدمات للبشر هؤلاء البشر ليسوا يعني لعبة في أيديكم لتتلاعبوا بهم أو تضغطوا بهم على الحكومات أو على غيرها في ظروف ما قدرش أقول للمريض اللي بيتألم لا لا ما تتألمش دلوقتي نعمل إضراب لما أخلص أشوفك وعلجك الكلام ده ما ينفعش مثل الأطباء ومثل هؤلاء الذين يقومون بهذه الخدمات ما ينفعش يضرب ما ينفعش وبعدين ما لنجدعوا بأحوال البلد وأحوال الحكومة وإن ما فيش عندهم وإن أنت بتضغط بالوقتي تقول لي أيها هيا دي بقى الفرصة المناسبة عشان أضغط عليه طب ما تبقى لك 30 سنة مظلوم ومأزي يعني ثوث المرحلة دي شوية وبعدين في طرق أخرى كثيرة جدا للمطالبة تستوعب لكن مسألة إضراب في المطار وتعطيل مصالح الناس بهذه الطريقة ده كمن السائحين ده مش موضوعنا موضوع الناس اللي راح تتفسح في أسيود أو رايح يقضي خميسه جمعة أو غيره أنا بتكلم على أصحاب المصالح في مريض قاعد وراي هي أعمل عملية أو يعني المريض تخلص عملية ومروحينه بيته لا يطيق أنه يقعد المدة دي في المطار بالطريقة دي فلذلك احنا بنقول للمسلمين يا ناس اتقوا الله اتقوا الله في الأمة اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا احتسم اتقوا الله اتقوا الله في المسلمين اتقوا الله في خدمات اتقوا الله في إراحة الناس ومساعدتهم وإعانتهم زي بول كده الرجل اللي معاه جوستة ده وقاعد مع ميت وقاعد في المطار هيروح فيه يعني مسألة الخروج والدخول نفسها كانت العربيات وقفها فأنا بكلمش عن نفسي أنا رحت بركبت عربيتي وروحت وأنا جاي نفسي شيء فيه تكدس في المطار وفيه طيارة تتأخر ساعتين ورجعت بالسيارة بس أذي انك انت ترجع ستمائة كيلو ما هي سهلة ستمائة كيلو بالسيارة والطريق مكسر وكل شوية كمين وكل شوية الحاجات دي برضو محتاجين نقول ان في الأكمنة ديك اللي موجودة طالما ان احنا بفضل الله ربنا اكرمنا وعدينا مرحلة من مراحل الظلم والأذى الأكمنة ديك يبقى معمول لها حارتين حارة بيوقف فيها الناس ويفتش عليهم مفيش منع خالص ان يفتش بس ما تعطلش مصالح الناس ويبقى في حارة تانية ماشية يعني ايه انت مش هتفتش ده وهتفتش ده اللي انت هتفتشه تعالى كده وقف معهم فتشه براحتك وفتش عربيتي وعربيتي تانا تتفتش قبل كل الناس مفيش مشكلة خالص انا ما دي ما فيهاش مشكلة اعمل ضوابطك الامنية حقك ولكن ما تعطلش مصالح الناس خلي الناس تمشي يعني مهم بفتش كل العربيات موقف عشان مثلا بتقل المكربصات طب خد المكربصات على جنب وعدين انا لكن عشان نقف طبور طويل مدته نص ساعة برضو متعرفش الظروف اللي راكب في العربية دي مريض تعبان عنده محاضرة وعايز يلحق عنده الدكتور عنده عملية رايح يعملها مريض عايز يوصل بيته واحد الى اخره يعني فالشاهد يا اخوة اطالب ان احنا نراعي المسلمين كرامة المسلم وبشرية المسلم وحق المسلم على المسلم نراعي مثل هذه المعاني ما تبقاش مصلحتنا الشخصية هي المغلبة انا احبكم في الله فاصل قصير لمدة اه ديئتين ان شاء الله واعود اليكم لنتكلم عن رجال المساجد اللهم اجعلنا من رجالك يا رب روح تسري والملائك حولنا طاب المساء طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة انا احبكم في الله اه كلامنا منذ الحلقة الماضية في بناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلي عليه لمسجده الشريف وقلنا ان المسجد ليس بحيطانه انما المسجد بالرجاله بالرجال فيه وهناك رجال للمساجد خصيصا يا اخوة حقيقة هناك رجال للمساجد يعني كأنهم خلقوا لهذه الغاية انتقاء انتقاء يعني واختيار واجتباء وهداية هداية ان تجد رجال جعي لهمهم المساجد لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وقال صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم ان لهذه المساجد اوتادا ان لهذه المساجد اوتاد جمع وتد كأنه مدقوق في المسجد وقال في السمع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمسجد في رواية بالمساجد في ناس كده اهمهم المسجد سبحان الله العظيم زمان وانا طفل صغير كده اظن عندي ست سنين فوجئت ان فيه واحد جاي وجايب علبة بويا خضرة وقاعد يدهن مكان للقبلة ويدهن الأجزاء الصغيرة اللي تحت فيه أرجل المنبر عشان ما تدبش من الأرض وقاعد كده قاعد في المسجد ما قاعد يبص في المسجد كده شاف هنا عن كبوتة يشيلها وشاف هنا قاعد في المسجد دخل الحمام لأ الحنفية ديك عايزة جلدة أيام الجلدة يركب لها جلدة الحنفية دي بتنقط المكان هنا مش نظيف ينظف رجل المسجد سبحان الملك موزع الأرزاق هو ده ربنا سبحانه تعالى اختاروا لهذا انه يبقى رجل من رجال الله في واحد تاني ربنا اختاره لخدمة الفقراء واحد تالت ربنا اختاره لخدمة القرآن واحد رابع ربنا اختاره لله رجال وزي ما احنا عندنا في الفلاحين نقول الرجل ده بتاع ربنا هو كده دماغه مشغولة بخدمة ما يرضي الله خدام ولا يأنف من هذه الكلمة يعني مفيش مانع الله يكرمه يعني اذكر بقى في مسجدنا الشيخ عبداللطيف ولا عمي الحج خليل ولا عمي الحج فرحات والناس اللي هما فعلا طلعنا عشرين تلاتين سنة لقينه قدام عينينا في الجامعة كده ليل ونهار تروح اي وقت تلاقيه بيكنس بيمسح بيغير لمبة بيرص المصاحف يعني سبحان الله حتى في الحرم لابنشوف بعض الناس قاعدوا قدام بتاعت المصاحف قاعدوا يرصوا المصاحف يحط اللي قد بعضهم جنب بعضهم انا بحب كده بحب كده ان هو يبقى اهتمامه ان يبقى بيت ربنا احلى حاجة في الدنيا والمصاحف هي اجمل فعلا وكذا شاهد الاهتمام ده مش من فراغ وانما يأتي عن حب عن حب حقيقي لله سبحانه وتعالى بدأنا في الكلام عن رجال المساجد وقلنا ان اول صفة في رجل المسجد انه يحب الطهارة من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة المصلى فيها المسجد عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهرون وكلامنا عن قضية حب الطهارة حب النظافة ان هو بيحب الطهارة مش هو طاهر فقط لا 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 ده هو طاهر ظاهرا وباطنا وكمان بيحبها بيحب الطهارة وانا قلت قبل كده ان ما يعرفش الطهارة غير اهلها اللي بيحبه الطهارة اتنين قلنا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه هذه البيوت المساجد ان ترفع رفع مكان ورفع مكانه لابد ان تعتقد ان افضل بقعة على ظهر الارض المسجد ولا نسوي بينه وبين غيره ولا نقول ان كلها بيوت الله لا 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 مش كلها بيوت الله بيوت الله المساجد يوحد فيها الله ويوبد فيها الله وحده لا شريك له مش اماكن تانية بيشرك فيها بيكفر فيها وتقول لي كلها بيوت ربنا لا بيوت ربنا المسجد قال رسول الله خير صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق فخير بقاعها المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يبقى أقيمة هذه المساجد لرفع ذكر الله عشان كده لما الرجل أنشظ الضالة في المسجد قال له لا رد الله عليك ضالتك إن المساجد لم تبنى لهذا لما واحد بدأ يبيع في المسجد قال لا ربح سيدنا النبي اللي قال له كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال له لا ربح الله بيعك فإن المساجد لم تبنى لهذا يبقى القضية للمساجد بنيت لغرض بنيت لهدف بنيت لغاية بنيت لعمل وهو رفع ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال اخوتي التسبيح والتحميد من أفضل الزكر قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هل أفضل الدعاء الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض تمتلي شو بقى المكان من الأرض للسماء يمتلي يمتلي من الأرض للسماء كل ده يمتلي بتسبيحك وتحميدك قل سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وصحبه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وحمده سبحان الله هي يديك اللي ربنا قال عليها يسبح له فيها بالغدو والأصال ناس بيحبوا التسبيح ويديمون التسبيح ديمومة على طول على لسانه سبحان الله سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل لك في مغفرة الخطايا قال صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكلام أفضل حديث صحيح مسلم حديث سيدنا أبو ذر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الكلام أفضل قال سبحان الله وبيحمد أي الكلام أفضل قال سبحان الله وبيحمد سبحان الله وبيحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي هريرة وهو يغرس غرسا فقال له ماذا تفعل يا أباهر من الذي تغرس قال غراس لي قال ألا أدلك على غراس هو خير لك من هذا قلت بلى يا رسول الله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة زمان كنا نقول إيه إلى هوات الزهب انت انت بتحب الدهب نفسك في الثلاثة اربعة خمسة كيلو ستة كيلو دهب فرصة فرصة لمحبي الزهب اللي عايز يعمل مقابض البيت من دهب اللي عايز يعمل بيته طوبة دهب وطوبة فضة فرصة سبحان الله وبحمده من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وما من نخلة في الجنة إلا وساقها من زهب شو بقى ساق النخلة دهب ساق النخلة يعمل كم كيلو يعمل له يجي يجي تنين كيلو أصدي ميتين كيلو ساق النخلة دهب سيح بقى ومش هتحتاج لأن في بيوت في الجنة لبين من زهب ولبين من فضة بس تدخل الجنة وانت هتلاقي اكتر من اللي تحلم به فيها ما لا عين رأت سبحان الله وبحمده من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة كان بودي أن أكمل النهاردة في الإلادي في فضل التسبيح التسبيح بفضل عظيم جدا بس عايزين نفهم بالأول برضو وإحنا بنقول سبحان الله زي بيقولوا إيه سبحانك ولا تقال إلا لك يعني سبحانك يعني سبحان الله يعني سبحان معناها أي أصف الله بكل كمال وأنزهه عن كل نقص يعني بقول يا رب أنت كل كمال لك الكمال كله لك والعظمة كلها لك والجمال كله لك والقدرة كلها لك ليس لأحد غيرك شيء من ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ده لما تقول سبحان الله عشان كده بقول كده وانت راكع وتقول سبحان ربي العظيم لو حاسس ركوعك ده وتعظيمك للرب فيه ما تطعش ترفع ظهرك من الركوع رجال المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال قاعدين في المساجد ليل ونهار هواية المكس في المسجد هواية ومطلب شرعي أن يبقى الواحد بيحب الأعدة في المسجد أهل المساجد يا هؤلاء عارفين زي السمك في مياه وهما في المسجد إذا أخرج من المسجد يحس أن هو مفتقد حاجة مهمة يحب المساجد عشان كده نقل المسجد في بيته عمل في بيته مسجد حاجة اسمها مسجد البيت في البيت في غرفة كده عامل فيها عتبة زي العتب بتاع المسجد ما حدش يدخل إذا ما يرفع رجله ويقلع نعاله ومفروشة سجاد نظيف حلو دايما فيها بخور وفيها ريحة حلوة متعطرة ومطيبة فيها بقى حامل المصحف وفيها السواك وفيها شوية كتب أذكار وفيها مصاحف أشكال وألوان وأحجام فيها إزدال الصلاة بتاع النساء والأطفال فيها برضو الطائية وفيها طيب مسجد في البيت قولي يا عم الشيخ احنا ما أدقين أوضة نام فيها يا عم بلاش أوضة متر في متر على جنبي في الصلاة مسجد البيت يسع واحد بس يقف يصلي مسجد البيت ما فيش مشكلة خلاص خلي الأوضة احنا محتاجين الأوضة ما يجراش حاجة فيش مشكلة خالص يا أغي طرقة جنب السرير كده حويتها كده وزبطها وعملها حاجة اسمها مسجد البيت مسجد البيت ده مهم جدا عشان المرأة أثناء الحيض تعد فيه تعد تستسفر بثوب بثوب ثم تتلس تذكر الله في أوقات الصلاة لكي لا تنسى الله ما تقضيش خمس تيام ست تيام سبعة تيام لبعضهن وهي بعيدة ما بتصليش ولا الصلاة على بالها عايش حياتها لا ده عايزين تبقى الصلاة على بالها وكل وقت صلاة الوقت ده بتاع ربنا ما تسيبوش ما تشتغلوش بحاجة تانية عشان ما ترجعش تعاني بعد كده ساعة ما تبدأ صلاة فإنها تنسى وإنها تبقى تقيلة عليها وصعبة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الغدو والصباح والآصال قبل المغرب وقت الأصيل رجال رجال بالغدو والآصال المكث في المسجد الحديث اللي قلناه قبل كده حديث فيما يختصم الملأ الأعلى قال في الكفارات والدرجات قال ما الكفارات قال نقل الأقدام إلى الجماعات والمكث في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات إن الإنسان يبقى حب المكث في المسجد بعد الصلوات في المساجد إنه قال إيه؟ قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط يبقى مرابط في المسجد لما يعجي نستنى صلى الظهر وقاعد من نستنى العصر صلى العصر وقاعد من نستنى المهار أنا مش معنى كلامي سيب شغلك وعش في المسجد لكن يام أوقات كثيرة ضيعة كان الأولى بها المسجد بس ده أصدي مش أصدي يسيب شغلك ويسيب مصالحك وقاعد في المسجد لا ده أنا بقول في أوقاتك التي تقططعها من أعزل أوقات وقت للمسجد بعد صلاة الصبح نفسك تنام ضحي بالنوم يومين في الأسبوع ثلاثة يام في الأسبوع يوم ويوم مرة كل أسبوع يا سيدي اللي صبح أجمع والصبح أجاز واجلس في المسجد قاعد متبتل لله جل جلاله سبحان الملك العلي سبحانه وتعالى اتنين احنا قلنا نمر واحد يحبون التطهر اتنين المداومة والجلوس في المسجد تلاتة توام التسبيح أربعة لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أكبر مشكلة من وجهة وأنا بستحي جدا لما لقي مكتوب على باب المسجد أغلق المحمول المساجد زي ما قلنا ربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه النبي دعا على اللي بيتاجر قال له لا ربح الله بيعك لم تبنى المساجد لهذا دعا اللي بينشط ضالة يعني بيقول يا جماعة في دا في بعير في ناقلون هكذا تيها مني اللي يلاقيها يجبها قال له لا رد الله عليك ضالتك يارب ما تلاقيها لم تبنى المساجد لهذا لم تبنى المساجد لإنشاد حيث ضالة ولم تبنى المساجد للبيع مالبنية المساجد بقى للسهريات والآدى والدحك واشرب الشاي بنية المساجد بقى عشان نعود إحنا نتكلم في التليفون ونتابع أحوالنا بالتليفون ونرد على التليفون ويبقى المسجد مليان رنات وإخراج أنا قلت كده أن إخراج المسلمين أثناء الصلاة من خشوعهم حرام بلا شك انه نبقى منصلي ونفاجأ بجرانة ونفاجأ حتى ولو دعاء بس اخرج المسلمين من خشوع الصلاة من جو الصلاة لما الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن مسعود مر عليه فسلم والرسول بيصلي لم يرد فسأل سيدنا النبي انت سعلم مني في حاجة مررت عليك وانت بصلي بسلمت عليك ما ردتش قال له ان في الصلاة لشغلة اللي في الصلاة مجغول ذهني مجغول وقلبي مجغول ودماغي مجغولة مجغول بالصلاة من السامع اللي بيسلم بيقول لي السلام عليكم وانا بصلي انا مستمعه كان اذا دخل احدهم في الصلاة قال تكلموا فاني لا اسمعكم سأل طفل اباه اين الخشب التي كانت في بيت عمي قال له يا ابو نيها دي ليست خشبة الرجل كان يقوم الليل كان يقف طول الليل زي الخشبة لحد الولد الطفل الصغير فكر ان فيه خشبة منظوب ما كانش فيه اضاءة طبعا فكان شايف في الظلمة كان خشبة وقفة هي دي الصلاة انه في الصلاة شغلة نفاجئ ان انت في الصلاة وتسمع اصوات عجيبة ورنات مختلفة واللي بقى بيطلع يقفل واللي عامله برضو على البيبريشن بيقولوا عليه او الاهتزاز فقعد يا ناس ما عليش يخسر لك صفقتين تلاتة في الربع ساعة اللي بنصلي فيه هيتضيع ثلاثة اربعة خمسة مليون من اللي انت بتكسبهم وانما حتى معظم المكالمات الشاهد لا تشغلهم الدنيا عن الاخرة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع كان احدهم يعمل في طرق الذهب فكان اذا رفع المطرقة وسمع الازان لم ينزلها يعني رفع المطرقة اهيدو فسمع الله اكبر يسيبها طوع وراء ما يكملش ما ينزلها خلاص كان يجالسنا ونجالس ويحادسنا ونحادثه حتى اذا جاء وقت الصلاة حتى اذا دخل وقت الصلاة قام وكأنه لا يعرفنا ولا نعرف اذن المؤذن انتهينا ما فيش كلام نهاردة المشكلة الكبيرة احنا مثلا في مسجدنا بنقعد نص ساعة بين الازان والاقامة كل الناس جاية متاخرة ليه؟ لأنه وعمل حساب وده بيقعد نص ساعة نص ساعة ما بتفرق دقايق في من ساعة لساعة انت مش مطالب في الصلاة انك تيجي على الاقامة النداء بالصلاة من الازان مش في الاقامة وتتفاجأ برضو دي كنت عايز ننبه عليها انه ماشي يتكلم في التليفون لحد باب المسجد وحال تطريقه علي بالمسجد طيب هاكلمك بعد الصلاة طيب دلوقتي بس عشان نوافع الباب طيب بس هادخل اصلي واكلمك يا اخي ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اذا اتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا اذا اتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار قال ابن حجر في الشرح في فتح الباري وفيه دليل على انه يعتمد للسير الى الصلاة ما يعتمد للصلاة يعني اذا كانت الصلاة يطالف فيها بالسكينة ووقار في الصلاة فالسير الى الصلاة يطالب الانسان فيه بالسكينة والوقار قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فأتوها وانتم تمشون ولا تأتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ما تجريش ما تهرولش وانت رح الصلاة امشي بسكينة ووقار حتى ولو فاتك ركع والركعتين تقضيهم بس امشي بسكينة ووقار ده الرسول بيقول للرجل اللي مستاجل بيجري عشان يلحق طب اقول ايه للقال يتكلم في التليفون او اتنين دخلين يهزروا لحد ما دخلوا في المسجل لحد ما في الصف وما بيتحاكم مع بعضوا بيتكلموا وبيدردشوا اين السكينة والوقار اين السكينة والوقار في سيرك الى الصلاة اين السكينة والوقار في المسجد من ذلك ارحمونا من مشاكل التليفونات التليفون المحمول ومن اراد ان يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب من تعظيم شعائر الله انك ما تدخلش تليفونك المسجد معاك عربية سيبوا في عربيتك معاك عندك سيبوا في البيت وانت جاي تصلي رايح تصلي سيبوا في البيت مش بنقول بقاء اعملوا صامت ولا اقفلوا لا سيبوا في البيت بعيد تشغلش نفسك بموضوع نهائي عشان تقدر تقبل على الله بسكينة لا تشغلهم الدنيا عن الاخرة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أهل المساجد أهل الآخرة مش بتوع دنيا رجال المساجد مش بتاع دنيا مش شغل الدنيا مش هم الدنيا لا تلهيهم تجارة ولا بيع يخافون يوما دايما دماغه متعلقة بالآخرة ودي نقطة كنت عايزة أتكلم فيها لا نقطتين من زمان وبيفتني بس عايزة أتكلم فيهم في أول حلقة أنه مهم إن إحنا نستطرد الحتة الأولينية أن يقوم بقلبك دوما دايما شاهد من شواهد الآخرة دايما شغلك وفي قلبك وقدام عينيك شاهد من شواهد الآخرة دايما شايف نفسك على الصراط دايما شايف نفسك واقف قدام الميزان دايما شايف نفسك في تطير الصحف دايما شايف نفسك في العرض على الله دايما شايف نفسك وانت على القنطرة اللي بين الجنة والنار شاهد من شواهد الآخرة ما لقلبك ونظرك وشغلك وشغل دماغك تنام تحلم به تقوم شايفه قدام عينيك حاسس ان انت بتحط رجلك على الصراط ادق من الشعر واحد من السيف على شفير جهنم قال له كيف اصبحت قال له اصبحت كأني انظر الى اهل الجنة يتنعمون فيها والى اهل النار يتعضاغون فيها وهو حطت رجل على الصراط سامع الصوات صوات الناس اللي بتقع في جهنم وهو واقف قدام ربنا للحساب شايف نفسه هو عمال يعتذر ويتوسل وينكسر ويعترف ويقر ويتبرأ شأن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخر يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ربنا جل جلاله في القرآن ذكر لنا احوال القيامة عايزين نعمل دروس دي دروس وصف القيامة قيامة شكلها ايه عايزين فعلا نصور ازاي الناس هيبقوا خارجين من القبور والكل متجه في اتجاه واحد وكل متجه يهرع الى ارض المحشر الى الساهرة ارض بيضاء نقية لا معلم فيها لاحد لم يعص عليها الله من قبل ارض جديدة غير سطح الارض العادي ده بتاعنا ارضة عايزين فعلا كل واحد مننا يجعل في قلبه شاهد من شواهد القيامة النقطة الثانية التي اريد ان اتكلم فيها نجعلها ان شاء الله في فتفاضة باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر يوم الجمعة القادمة وفكروني اللي هي فاقة القلب هارضة في خطوة الجمعة كلمتين هقول ايه عمل القلبي صدمة كعربية كده الاولى اياك والاغترار بالله الغرور بالله انك انت مفكر ان انت سني وانك انت ولي فتتغرب ربنا التانية هي دي فاقة القلب يا ترى فاقت قلبك فاقة يعني فاقر وشدة الحاجة لإيه فاقت القلب حاجته وشدة افتقاره قلبك حاسس ان قلبك مفتقر جدا لإيه اي حاجة غير ربنا يبقى شرك التوحيد ان يفتقر قلبك الى الله فحسب في القلب فاقة لا يسدها الا الله الا الله جل جلاله سبحانه وتعالى هي دي النقطة اللي انت محتاج فعلا تسأل نفسك فاقت قلبك لفلانه فاقة قلبك لفلان فلان دا زوجك او ابنك او بنتك فلان ديك فاقت قلبك لفلان دي زوجتك حلالك او بنتك او ابنك او للفروس او لشهوة ما نحتاج فعلا تنظر فاقة قلبك لماذا لإيه لإيه تحديدا فاقة القلب هؤلاء الناس رجال الله رجال المساجد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الابصار قام بقلوبهم هذا الشاهد يوما يدعون الى نار جهنم دعا يخافون يوما كان شره مستطيرا يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون عايشين مع المعاني دي شايفين الناس وهم خارجين من القبور قري بيجروا شايفين الناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم في وجوههم الرعب والفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين هي دي القضية قضية أن الإنسان يبقى شايف شايف نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه سلم فتذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين كأننا شايفين الوضع ده بعنينا عايزك تعيش المعنى ده كأنك شايف بعنيك كأنك شايف بعنيك سامع بودانك حاسس حاسس لو مش حاسس اعملها عملي بقى كان الأحنف ابن قيس يضع يده على المصباح أصبعه على المصباح على الهيب المصباح ويقول حس يا حنيف حس يا حنيف ما حملك على صنعك هذا يوم كذا حس بقى حسس نفسك بالعفية رغم أنفك مضطر أنك أنت تحسس نفسك كده تجلب إحساسك إخوتي يؤمنون بالله واليوم الآخر اليوم الآخر الثاني قال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله إقامة شعائر الدين إقامة شعائر الدين وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله يخافون من الله بيخاف من ربنا العلم الخشية يخافون من الله وانا عايز اسألك انت بتخاف من ربنا رد عليه انت بتخاف من ربنا طب وريني كده دليلك ايه علامة خوفك من ربنا انت بتخافي من ربنا طيب بتعصي ربنا ليه لما انت بتخافي منه انت حاسس ان ربنا قادر عليك يستطيع ان يخصف بك الارض حاسس دي في اي لحظة من لحظات حاسس انت حاسس ان بطش الله قريب يمكن ان ينزل في اي وقت الشعور ده موجود وحسينه ولا بعيد عن اذهلنا طب انت حاسس ان ربنا شايفك ومعك انت حاسس وانت بتكلمه ان ربنا سمعك ومرأبك ان الله كان عليكم رقيبة مرأبك انت حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى قريب 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 واذا سألك عبادي عني فاني قريب قريب ونحن اقربوا اليه منكم ولكن لا تشعرون حاسس بالقرب ده ولا انت متصور ان ربنا مش موجود يعني انت النهاردة بتحتاطل نفسك في زنوبك وبتخطط ان ما حد يشوفك ولا حد يسمعك ولا حد يعرفك مفكر ان ربنا مش مش شايف ومش معك طب انت حاسس انك انت بتخدعي وتمكري وتتلوني وتلفي وتدوري والناس مصدقينك انك ممكن تعملي كده مع ربنا وربنا يصدقك انت فكره كده وهو يعلم الحقيقة ويعلم سرك وظاهرك وباطنك ويعلم لما تخططين وماذا تريدين انت حاسس ان انت تقدر فعلا تمكر على الله وتخادع الله زي ما بتخادع البشر وتمكر عليهم وبالطول اللي انت عايزه وتظن انك نجا وتوفزت انت مفكر ان ما فيش يوم قيامة يعني معنى انها عدت النهاردة يعني خلاص الموضوع انتهى ما فيش يوم قيامة وكل ده بحسابه وكل ده مركون ومتجمع والحساب يوم القيامة انت مفكر ان انت مش هتموت انك هتفضل كده على طول والناس مصدقينك وانك هتعيش كده بالطول اللي انت عايزه بالكذب والزور والبوتان انت مفكر ان انت تقدري انك انت بجمالك ولا بلسانك ولا بفلوسك ولا بمعارفك تقدري تدخل الجنة زي ما بتعملي في الدنيا والطول اللي انت عايزه انت مفكر انك تستطيع باي طريقة ان كانت انك انت توصل انك انت ترضي الله بالباطل بغير مراد الله منك انت مفكر وانت مفكر وانت مفكرين فوق يا مسلمين فوق يا ناس اعرفوا ان فوقكم قوي قاهش دين ابن واحد اتنين ان الله جل جل بكل شيء عليم يعلم خائنة الاعين وما تغفي الصدور يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن يعلموا ان الله على كل شيء قدير قادر قاهر اذا اراد شيئا فانما امره ان يقول له كن فيكون انتهت اعلموا انكم ستموتون وستلقى الله وسيحاسبك على كل صغيرة وكبير هنا بنشرح في درس الاربع درس الاربع في مسجد رب العالمين فودفون درس ثابت كل يوم اربع بعد صلاة العشاء في اكتوبر في ميدان فودفون بنشرح العقية الطحوية باذن الله الاربع الجاي انتكلم عن الرؤية رؤية الله جل جلاله فالعلمان بيكلم عن الرؤية بيقول ان يوم القيامة كل الناس هيشوفوا ربنا الكافر والفاجر والمسلم الكل لان الله سيحاسب الكل ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان بس الرؤية دي بقى غير الرؤية بتاع الجنة دي الرؤية دي الرب غضبان الانبياء قالوا كده ان ربي غطب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فاللي هيشوف ربنا وهو غضبان الموضوع مختلف انك تقف قدام ربنا وهو غضبان جل جلاله هتوقف احنا بنوصل في النهاية ان انت رايح فيه هتموت هتقابل ربنا واتقف قدامه لوحدك شت كده بص على يمينك مفيش حد على شمالك مفيش حد قدامك ووراك مفيش حد لوحدك قدام ربنا وهو غضبان هتقول له ايه هتقول له ايه هتقول له ايه ما انت عارف كل حاجة طيب انا هقول له ربنا ايه اعتذر له ازاي اعتذر له بايه يعني اقول له يا رب انا مش قصدي وهو يعلم انه كان قصدي اقول له يا رب ده انا كنت ناسي وهو يعلم انه انا مش ناسي كنت فاكر اقول له يا رب اصلا انا كنت مضطر وهو يعلم سبحانه انا مش مضطر هتعرف تضحك عليه بالكلام اللي بتضحك بيه علينا هتعمل ايه قولي لي انت هتعملي ايه يا مسكينة يا ضعيفة نهار ده لوحد بصلك بتبكي امان لما ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليك ويأمرك وينهاك تقولي ايه ويقررك وبيزنوك بضحفك ده تعملي ايه نهار ده لما بتؤمري بالحجاب ولا بالنقاب ولا بالصلاة وبتلعبي وتنسي وتتغفلي وتتجحلي طب الوافع قدام ربنا انت نسيتي وانت نسيت انك مهما عمل هتروح منه فيه ولم يخشى الا الله خافوا الله ايها المسلمون خافوا الله اخشوا الله لا تنسوا الله اهل المساجد لهم بقى هدايا قال رسول الله صلى الله عليه وآله والحديد ده انا بحبه من يوم ما سمعته من والدي الله يرحمه رحمة واسعة من زامن وانا وانا الحديد ده في دماغي لدرجة انه لما جيت اتكلم عن المساجد اه قلت انا عايز الكلمة دي اسمعوا الكلمة دي واول ما تسمعوها ابتسموا اللي مش هيبتسم هو حر قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم لا يتوضوا او احدكم في بيته فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد الا الصلاة مش رايح يقابل فلان ولا رايح يسمع فلان ولا رايح عشان لا يريد الا الصلاة مش رايح مشوار وهصلف طريقي في المكان فلاني لا خارج من بيتنا رايح صلي ثاني من الاول لا يتوضوا احدكم في بيته فيحسن وضوءه فيسبغه فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد الا الصلاة الا تبشبش الله الله اليه يبتسم ما يتبشس اهل الغائبي بطلعته الله اه اا اه 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 أه واحد غايب بقاله مدة طويلة وجاي اول ما يطلع يبان كده ده ما يدفعكش انه كل شوية توضى واروح الجامعة كل شوية توضى واروح الجامعة اروح اصلي عشان نفسي ان اشعر ان الله يتبشش لي بس مش قادر اوسع فيها اكتر من كده ايضا المشي الى المسجد المشي عالرجلين للمسجد بعد مضة العربيات والتكاتك عايزين نمشي نتمشي لحد المسجد همم في السرية عن ابي بن كعب قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة ابعد بيت في المدينة وكل صلاة لا ايه موجود يا جماعة المسألة مش مسألة واحد عنده ظروف ولا واحد مشغول ولا واحد مش فاضي اللي عايز يروح المسجد هيروح يا ما ناس قاعد في البيت ويؤذن الاذان وتقام الصلاة وزوجته عاملة معاما شاك يا ام صلي يا راجل روح صلي يا راجل انزل الجامعة روح شوي عشان توحسنا وارجع وهم قاعد قدام التلفزيون ولا مسك في ايده جورنان ولا قدام الشات على النت ولا ما بيعملش حاجة قاعد يا عم ام صلي هؤمن روح فين دلوقتي الساعة 11 ونص عم ميدان عمال يصوت الوقتي انتهى وانا مش هسأل فيه خلينا نكمل موضوعنا لليتك فل كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء اشتري حمارا عجلة فيزبة اي حاجة تركبه في الظلماء في الظلام بالليل ينور وتمشي تركب وفي الرمضاء في حر الظهر عشان رجليك فقال والله ما يسرني ان بيتي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشايا الى المسجد ورجوعي منه اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وعليه صحبه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله هيكتب لك كل اللي انت جاي وانت رايح ده بيقول مش بيحتسب مجيء من البيت للصلاة بس لا لا ده بيحتسب على ربنا وانا راجع يا رب من الصلاة للبيت تكتب لي وفي رواية فتوجعت له سيدنا ابي بن كعب يقول انا صراحة يعني قلبي وجعني على الراجل تعبان له سلف فتوجعت له فقلت يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الارض ما زل ما انت ماشي على رجليك كده حاجة تقرسك فقال اما والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم انا انا والله ما حبش ان بيتي بألز يعني الطنب الطنبة اللي هي خسبة بيغرزها في جدار زي ما نقول طرف رباط طرف رباط بي 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 ده مع البي ده بيسبوك ببعض مطنب ببيت محمد فقال فحملت به حملا حتى اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يا عم هاتلك حمار يا عم اشتري لك دب يا عم انا هساعدك ما معاك سسلفك تبهت بالتأسيط طب ما فيش فايدة فحمل واخذوا لي النبي صلى الله عليه وسلم فحملت به حملا حتى اتيت به نبي الله فاخبرته فدعاه فقال له مثل ذلك قال له ما جيب لك حمار فقال له لا 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 انا عايز امشي وذكر انه يرجو اجر اجر الاثر فقال لك محتسبت اللي انت نويته ربنا هيدهولك الناس اللي قاعدة في البيت بقى وما تروحش المسجد وهي سمع الاذان هقولك حاجة الخصة دي اظن قلتها كتير بس الوضع عمري ده بينسى ربنا هديه ويتوب عليه ويقولي لا انا مسمعتهش قبل كده فاذا كان ده بينسى ما للناس هتقول ايه فكنا واحنا في المعتمدية بنروح نصلي في مسجد فكنا في واحد عنده دكان زغنان كده قاعد فيه فوحنا رايحين نصلي يلا يا عم فلان يلا الصلاة قل حاضر وراكو حالا حاضر وراكو حالا وما يجيش الراجل ده في وجئة في مرة عدينا ملقناش ايه ده الراجل رايح فين فقاله ده جات له مبارح الجلطة ونقل لقل المستشفى فقلت نروح نزوره والله يا جماعة والله انا بحدثكم عن اللي شفته بعيني لقيتهم من يمينه على كرسي والكرسي ده مفروض واقف كده الكرسي واقف كده وربطينه باحزمة كده وهو واقف مش نايم ولا واقف وانما كده وربطينه بحزمة على رجله وحزمة على ركبته وحزمة على بطنه وحزمة على سدره ومغطين عينيه وزوجته وقفة في ايه قالوا لا ده جالوا حاجة اسمها مفجار في المخ فمنعينه من الحركة تماما انا برضو انا مش فاهم التوصيف الطب الصعي يعني شاهد ان ساعتها حسيت انه متكتف فامسكتي ايد الاخين اللي جنبية وقلتوا شو بقى روح المسجد قبل ما يكتفك قبل ما تكتف فامسكتي فامسكتي رسول صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة فاملينه صدقة ليه صدقة اعمل شي غي احنا اللي عايزين صدقة دا الليلة هنا بألف وثلاثمين جنيه يتصدق قبل ما يكتفك صلي قبل ما يكتفك روح المسجد قبل ما يكتفك القصة التانية ان بعض الناس برضو في صلاة المغرب بلاش اقول اسمه حسن يزعل يلا يا ام الصلاة وراك حالة نو وإحنا صلينا المغرب وقعدين في المسجد حط رجل في المسجد مؤذن للإشاء الله الله أكبر الله أكبر المغرب راح دموع انت قاعد بنقولك يلا المغرب بتقول طب كمان شوية قالك مش عايز منك مغرب خليك قاعد ولكن كاره اللهم بعاسهم فسبط وقيل قعدوا مع القاعدين صلي قبل ما يوفقك شل صلاة صلي قبل ما يكتفك صلي قبل ما تصلي في جهنم اخرجوا إلى المساجد اكسروا السعي إلى المساجد اعمروا المساجد اكسروا اللبس في المساجد احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الوجاة أسأل دموع العين عن سر البكاء عن الأمان والمعاني عن معنى الوفاة عن الوضع بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فحمل هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء طاب المساء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة